ترأس الأب فراس نصروين كاهن رعية ماريوسف للاتين في عمان القداس الإلهية الاحتفالي بحضور جمعاً من المؤمنين من أبناء الرعية وفي عيضة القداس تأمل الأب نصروين بالفصل الأول من رسالة القديس بولوس الرسول إلى أهل أفاسوس والذي تحدث فيه عن إنارة الرب يسوع المسيح لبصائر المؤمنين شارحاً في عيضته أهم ركائز المسيحية الداعية إلى الإيمان الصحيح كما استذكر في عيضته أهمية الإصغاء لصوت الله الذي ركزت عليه الأنجيل المقدسة وتطرق الأب فراس إلى صعوبات الدعوة مستشهداً بدعوة النبي إرمية الذي عير والطهض لأجل إيمانه وفي ختام القداس قدمت جوقة الكنيسة مجموعة من التراتيل الروحية التي خدمت كافة أنشيد القداس الإلهي كلمة الله في قلبي كنار محرقة قد حبست في عظامي فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك شوفوا ما أجمل هذه الكلمات كلمة الله على الرغم من صعوبة الوضع على الرغم من المشاكل والألام والاضطهاد الذي وقع على إرمية بسبب كلمة الله إلا أنه بشعر أن كلمة الله في قلبه كنار متقدة فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك أي لم أقوى على أن أسكت أن أصمت وأن لا أتكلم بكلمة الله في حياتي